ها هو الصيف قد بدأ وبدأ مع استعداد الناس للحصول على اللون الأسمر المحبب لنسبة كبيرة للتعرف أكثر على هذا الموضوع تابع معنا هذا التقرير بعدها نرجع الرحب للطيوف في الصيف يكثر التعرض لأشعة الشمس مما يعرض الجلد لحروق الشمس كما أن التعرض لها يعجل في ظهور التجاعد وتصبغات الجلدية وتتغير طبيعة البشرة وتظهر بعض الأوعية الدموية السطحية وقد تؤدي هذه الأشعة لظهور بعض الأورام الجلدية فما مدى تلك الأضرار التي تتركها الشمس على الجلد؟ وهل لها في المقابل فوائد؟ وكيف يمكن علاج تلك الأضرار؟ نرحب هنا معنا داخل السيديو بخبيرة تجميل والكاتبة الصحفية زيبة رفيق وأيضا بالدكتورة ماجدة أحمد استشارية الأمراض الجلدية حياكم الله معنا دكتورة الصيفية وطبعا معروفة شمسنا بالكويت ما هي سبل الوقاية من حرق الشمس أو حتى من تأثير الشمس على الجلد الموجود هنا في الكويت؟ أول حاجة حيث المفروض البحر يتعرض للشمس في وقته معين يبقى بيبقى بالتدريج شون هو هذا الوقت؟ الأحسن طبعا ما يبقاش في الزروة يعني الزروة من الساعة 10 للساعة 4 يبقى حرارة الشمس قوية جدا هذا حتى المول يرحيل البحر يعني حتى اللي بره مثلا مفروض أن يتجنب شوي لازم يتجنب لازم طبعا نحط الواقم للشمس لازم النضارة مهمة جدا الهدوم لازم تبقى أعطان وفواتح؟ وفواتح عشان ما تكتسبش لحرارة الشمس طيب لو ندخل فيه يمكن نحن النساء الأكثر بحثا عن الأشياء التي تقي ولكن بطريقة منزلية أكثر خلينا نقول إذا أحد الله لا يقول صار في حروق الشمس خلنا أعطيكم شوية وصفات منزلية أول شي إذا عندنا نبتة الصبار الويرة ناخذ منها فرع إذا نقص هيطلع منها شي مثل جلب نحط على الحرق على طول نحس بالراحة ويروح الأثر إذا صار فيه أثر ممكن ناخذ روب نحط فيه كركم وقفشة عشزل ونخلطها ونحطها على الحروق أساس ما تترك أثر في الوي في الجسم في الوي في الجسم في أي مكان الدكتورة يمكن أيضا واحد من الأهم الأشياء التي يسونها الناس في الصيف ذهبوا من البحر والحمام الشمسي مثلا هذا تأثيرة ممكن يعني الواحد يوعد في الشمس ولو حاجة وقت بسيط جدا ممكن تعمل حروق على حسب نواية القلد عيشون ياخذ السمرار بشكل سيف يعني بشكل آمن ما هو حاجة لوقت الموضف في ناس عايزة تأخذوا اللون البرونز إنها دي بتبقى نوع من التغيير نوع جمالي بس هو المفروض طبعا إن إحنا ربنا خلق لنا الميلانين هو اللي بيحمينا فحيك لما بنوع نتعرض للشمس فبنكتسب اللون جامد جدا فبيخلينا ممكن عرضة لأي محروق في الجلد ممكن تور ممكن يعمل لنا يعني يرفع درجة الحرارة يعني ممكن نعود في الشمس وقت بسيط يعني يجينا أثار جانبية بل ما تروح مننا تتوقف فترة فعشان كده اللي تعرض للشمس لازم يكون بالتدريج وفترة معينة طيب دكتورة يعني إحنا اللي نعرف البشرة الأوتوديرم والإندوديرم يعني طبقات ما هي الطبقة التي تتأثر لنعرف وقتها أننا بمرحلة حروق ده حيك لو دخلت عميق طبعا حتبصت لقى حروقه في أفيق من درجة ثالثة آه طبعا ساعتها لازم على وطول نحط حاجات يعني مياه ساعة ولازم نبعد تماما عن الشمس وأهم حاجة الواقم للشمس وطبعا مستحضرات التجميل معلش المفروض أن واحد فيه ناس بيعدها حساسية من مستحضرات التجميل أو اللي بيتعرض للشمس ممكن يكون واخد أدوية مش واخد باله منها أن الأدوية دي ممكن تزود حساسية الجلد للأشعة الشمس فالمفروض الواحد هو رايح يعني يعني ياخد حمام شمس يكون بس يعني عارف شوية إزاي يقي نفسه من من أصار الشمس طيب أنا أحب بظيفة هنا أنه إحنا لما نكون جاد نكون بالشمس ما نحس أنها صارت فينا حروق صح فهي الأحسن أننا نكون وعيين ففي فترة معينة ما نعتر أن نكون بالشمس مثلا من بعد الساعة 11 ونص لغاية الساعة 3 إذا نتحاشى الشمس يكون أحسن ونفس الوقت أن حماية الشمس إذا نأخذها فيزيكل هي تارف أنا ممكن الدكتورة تضيف بهذا هي نوعين حماية الشمس فيزيكل وكاميكل إذا إحنا على البحر مفروض نستقدم الفيزيكل لأن الفيزيكل اللي هي الثك اللي إحنا نكرهها ما نحب نهطها حضيناها سير بيضة ونقلب السير رمادي عرفت الشلون بس هذا هو المهم تحطينا على البحر لأنه رح تحترق الله لا يقول يعني واحد يحترق وما يحس إلا لما يروح البيت صح ويحتاح وبعدين يحس إلا أنا احترق هو يكون واعي وما يزيد يعرف الأوقات اللي هو يتعرض لها بالشمس والأوقات اللي لا طيب بدنا نتعرف أكثر على أن هذا الفيزيكل والكيميكال اللي صلفت عنه شو المفروض يعني هل منتجات من أين يبونها فيه منتجات مثلا تباع وهل فيه شغلات طبيعية أيضا ممكن واحد مثلا يسويها بوزحك هو الفيزيكل الطبيعي هو الزينك بس زي ما هيك زي ما قالت أنه فعلا بيعمل طبقة سميكة فيه الحاجات الأورجانيك هذه تنباع في الصيدليات مثلا اه طبعا بس هي عيبة فعلا بتبقى سميكة هي أحسن هي تكلفتها أقل وهي أحسن وأجود بس طبعا تجميلها محدش بقدر يستحملها اللي هي الأنواع بقى اللي طالعة طبعا أهم حاجة الـ SPV الـ Sun Protective Factor بتاعتها اللي عزي مشاركة الرغم هو الحماية كل ما يزيد الرقم بتاعتها كل ما يكون حمايتها وطبعا كلنا متخيلين أن احنا نحط الواقع من الشمس وعلى طول نفتح الباب وننزل لأ عباق احنا المفروض نحطه أول ما نبتجي نلبس بحيث أنه هو يشتغل وإحنا خارجين طيب شنو المنمم للرقم اللي ذكرتي تابعا المنمم في الأجواء بتاعتنا مش قل بصراحة من خمسين مو أقل من خمسين أه لكن لو حاطنا عشرين أو تلاتين كل ساعتين لازم بتحط الواقع من الشمس كنعم الحماية لكن مش مرة واحدة يعني كلنا أساس من اليمان ما نقدر نسويش ريلا نحنا مكيجين في اليمان طبعا 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 طلعتنا العادية على طول فهي نوع من السبري الميست يكون فيه SPF فاكتور فإذا واحدة تخليه بالجنطة يعني أنا كخبيرة تجميلة هذه فكرتي يعني كل شوية تبعي ساعتين ترش على ويلها شوية فينشف وما يخرب المكياج طيب لأنه مستحيل أن نروح كل ساعتين نمسح المكياج ونحط المكياج ومكياج ما لش غنى عنا طيب في بعض الناس يعني ما قاعد يأخذ تان من الشمس قاعد يأخذ التان اللي الحين ما هابين فيه الآخر السرعات اللي هي الحنة اللي هو يرش وبعدين يغسل وتطلع برا علم الشمس تعطيها لون هذا هو اللي رشونه هو DHA اللي هو سكر من غير لون هذا يتفائل مع خلايا الميتة فيأخذ لون فهو مو يتصحي يعني أنت تابعين تفتكن من خلايا الميتة ما تابعينها تتلزك تيج فأنت أسبوع كامل رح تقعدين وخلايا الميتة موجودة عليك يعني هذا هو مو حنة أراد ما مو حنة طيب الشمس طبعا لها فواد كثيرة وكيد لها مضار خلنشوف هذا التغرير اللي يعرفنا زيادة على فواد الشمس ونرجع نكمل دردشتنا مع ضيوف تساعد أشعة الشمس على التخفيف من الاكتئاب فهي ترفع مستويات الهرمونات الطبيعية المضادة للاكتئاب كما أن الضوء يساعدنا على الحفاظ على رشاقتنا فالصيف هو أفضل الفصول لنتخلص من الكيلوغرامات الزائدة من أوزاننا فالنساء اللواتي يخضعن للعلاج بالضوء لا يكثرون من تناول الكربوهيدرات ولا يشعرن بالكثير من الرغبات الملحة في الأكل وإذا كان الشخص من يقضي أيامه داخل المكتب ولا يتلقى بالتالي ما يحتاج إليه من ضوء الشمس فإن عليه تناول جرعة إضافية من فيتامين D والأفضل هو الخروج من المكتب والتعرض لأشعة الشمس والحصول على ما يحتاج من هذا البيتامين كما تلعب أشعة الشمس دورا كبيرا في الوقاية من مرض السكري وأخيرا يؤدي التعرض المدروس لأشعة الشمس في علاج اضطرابات جلدية مثل الصدفية والأكزيمة وحب الشباب طيب دكتورة شون يعني فعلا ناخذ الأفضل من الشمس يعني غير الأوقات الذروالي قلتين عنها شون أنا سبيد من الشمس بغير ما مثلا نأدي نفسي اللي هو الوقت هايك أهم حاجة غير التوقيت شون ممكن أسوي مثلا أنا يعني لازم مثلا حين أنا كذكر مو ألا بسانتا شون استفيد من الشمس يعني إحنا ما نحط له لنا السوال فعادتها مثلا وايد فشون نقدر استفيد من الشمس مو يقولون فيه فيتامين دال وكذا آل فيتامين دي شون استفيد من الشمس مثلا بشكل أمثل يعني هايك ما يعني تستفيد منها يعني يعني كان بالسفت يعني بالسفت سعيد إنه يكون ما يتعرض لحروق نفس الوقت يعني لدينا أشهر طويلة حاجة تدريج لازم حاجة الواحد تعرف الشمس بالتدريج يعني مش مرة واحدة عارف حاجة إحنا أول ما بنروح للبحر بنقعد فترة طويلة لا لازم حاجة يتعمل بالتدريج يعني الواحد ما يروحش مثلا يقعد فترة طويلة نعم ويكون لازم في الفترة بتاعت الصبح أو المغرب والهدوم والنضارة والهيد كوفر ده لازم أنا ما لوم ديش نعي الله جعت بالليل ياخد تان بالليل الحيكة التان مش لازم برضو في ضوء الشمس يعني حيكة تساعات إحنا نتخيل إن إحنا قاعدين تحت الشمسية مش هنصمر لأ برضو أحنصمر حتى يعني مش شرط التعرض المباشر للشمس مش شرط التعرض أو مثلا كنا في البسي من خلف الزجاج وكما لازم آه لعني قوة الشمس قوية جدا ضوءها بيعكسوا ضوءها نعم طيب إحنا لو نقول إن الأطفال قاعدين هالأيام قاعدين يدخلون الأمهات في طور التان للأطفال بشكل غير مباشر يقول لها بنتك تسمرت وحولوا عليها وهي أساسا قصدا تعمل لها تان وإشلوم ممكن نجاريهم ونعمل تان للطفل بطريقة آمنة مو هذي أول شي نستخدم الفيزيكل هذي حماية الشمس حماية الشمس حماية الشمس حماية الشمس بس في ناس بات في أهم شي حتى تدخلتها لا اوكي لا ما يقول إذا حطتي حماية الشمس أنت لا رح تاخذينها الحماية الشمس الفكرة ان أنا ما رح تعمل هذه فكرة غلط حماية الشمس ما تمنع منه نشت سمرين هي مجرد أنت ما تعمل من الشمس حتى اللون يطلع متساوي إذا أنت حاط حماية الشمس يعني هو يمنع الحروق والضرر ما يمنع التسميع لأنه تحمي بس طيب دكتورة أيضا يقولون بأن لا سمح الله ممكن كثرة تعرض للشمس خصوصا إذا واحد كان للبحر ممكن يتعرض إلى سرطان الجلد مدس دقة هذا القول طبعا الحقيقة نفس المكان اللي بيتعرض للشمس بيبقى مكان ضعيف هل في أنواع جلود مثلا مهيئة أكثر طبعا كل ما أحاكي إحنا مقسمين البشرة من 1 ل 6 كل ما تبقى البشرة فتحة كل ما تبقى متعرضة لأسار الجانبية للشمس لما يكون البشرة غمئة لا عندها الملانين اللي يحميها كفاية من الأسار الجانبية هل كان الإنسان معرض لسرطان الجلد ولا لازم يكون عنده استعداد وراثي أصلا لا مش استعداد وراثي لا يعني هو بس التعرض لزيد بتخلي قابلية الإنسان يقيله أي أورام في الجلد أكثر يعني أنا أعتقد أن البشرة الفاتحة معرضة للنمش والكلف أكثر طيب إحنا نقعدين نقول الآن أنه إحنا دخل الصيف وفي ناس والله حتى ما تبيت خطان لكن مفروض عليها بأنها تكون تحت أشعة الشمس تعمل لفترات طويلة قد تصاب بسرطانات الجلد قد تصاب في ضربة الشمس قد تصاب بغيرة نقول الطريقة المنزلية للعناية والوقاية من سرطانات الجلد هو بالصيف أحسن شي نستخدم ماسكات الصيفية لما نقول ماسكات الصيفية هي الطبيعة هي اللي تعلمنا مثلا شنو وهي فاكهة اللي هي بالصيف ناكلها الشمام المنقا اللي فيها سواء الكثير اللي فيها سواء الكثير هي نفسه نحن نحط على البشرة وبالنسبة إذا صار في كل أخونا ما أخلطها مع شي ثاني؟ ممكن تأخذينها شي تشويني تحرصين وتستخدمينها أو تزيدين لها عسل أحيانا ممكن تزيدين لها مسحوق اللوز بس نبتعد عن أشياء اللي فيها حوامض لأنها تسوي تقشير مثلا الفراولة هي ترى إذا هي كانت فاكهة أحماض الفاكهة اللي طبيعية ما تقشر وايد فهي ممكن تتوحد اللون بس شنو ما استخدمنا إذا استخدمنا حماية الشمس صح ما لها ضرر يعني حتى كريمات التبيض اللي هي كريمات التجارية إذا استخدمناها إحنا بالصيف وقالنا نستخدم حماية الشمس فما لها ضرر بالنسبة لإذا طلع صار فيه كلف ونمش أنا دائما كل مقالاتي وكل كلامي يكون ليمون وفينيغر وتفاح وشذي اليوم بدلت أنا بيه بقول شيء يديد فاليديد أن تأخذين حليب الكوكونات وتحطين فيه مسحوق اللوز وقفشة جوز الهند ومسحوق اللوز مسحوق ولا زيت لا مسحوق اللوز وقفشة عسل تخلطينها وتحطينها على البقعة فما الوقت أن استخدامها على ثلاثة أربعة شهر تخف البقعة ولنمش يخف حيل والثانية تحطين الحنة مع حليب الجوز الهند وتخلطينها وتحطينها على البقعة فشيل فهذه ماسك يديد لكم أنا الحنة استعملها من زمان ويكلي يعني كل أسبوع استعمل هذه الحنة فما لاحظ أنها مبذرة يعني لا ما تضر طب ما الجديد طبيا يعني في هذا المجال أنا فيه تقنية أمريكية جهازي ديد رح يكون موجود قريب بالكويت وأول مرة يعني بالخليج بالكويت إذا الدكتورة تعرف يمكن أنه أنه فيه شيء تقنية كيجني دايلسز لغسيل الكلة فيه على نفس الفكرة سوى بأمريكا السكن دايلسز غسيل الخلية الجلد؟ الخلية الخلايا هو شنو فيه خلايا مع تقدم الأمر أو من كثر السموم الشمس ما تقوم طلع سمومها بنفسها ما تقدر تجدد روحها بنفسها فالجهاز هذا يزيل السموم من الخلية ويضخ فيها مضادة الأكسيدة هذه الخلايا الخلية اللي تكون على السطح؟ خلايا صغيرة كل خلية بيزيل منها السموم؟ ايه بمجموعة خلايا يزيل منها السموم ويضخ فيها مضادات الأكسيدة وهليرونيك أسيد فهذه هي آخر تقنية لرونق وصفاء البشرة نعم وصلت هذه أردين؟ ان شاء الله خلال الأسابع تكون موجودة حتى للطبقة العميقة؟ لا هي للدرمس والأبي درمس الحاجات اللي هو العميق ده اللي هو لسه حتى الآن يعني حتى في الليزر أو التقشير النتائج ما تبقاش زمن الواحد يعني تمنى نعم لأنها بتبقى عميقة دكتورة احنا الحريم يهمنا الطبقة اللي فوقه بس شكرا دكتورة على وجودش معانا شكرا استهدت على وجودش معانا اليوم استمتعنا جدا ولكن النصائح يبي لها تطبيق فعلي واستمرارية بتطبيق هذه الحماية على أنفسنا سواء مفقط بالصيف أيضا الشتاء فلا تقفلوا عن شمس الشتاء فهي أيضا حارقة ولكن من بعيد